السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اهلا ومرحبا بكم. يارب تكونوا بخير. لقاء نتجدد على قناة بتاعربي. لقاء اليوم مع تدريبات على اول اربع فصول من قصة تموح جارية. احنا لخصنا احداث الفصول موجودة على القناة تقدر تشوفها في حلقة النهاردة عاملين تدريبات على اول اربع فصول. احنا عندنا في الفصل الدراسي الاول تامن فصول. هنعمل حلقة تدريبات على اول اربع فصول. وحلقة تانية ان شاء الله تدريبات على الاربع فصول التانية. تعالوا مع بعض نبدأ التدريبات. الفصل الاول. التدريبات دي موجودة في كتاب الامتحان. هنحلها مع بعض. ضع صحة او غلط. طمع الفرنج في ارض العرب حينما رأوا ضعفهم. برافو. الاجابة صحيحة. مزق الفرنج شمل قوم شجر الدر وازالوا سلطانهم. لا. الاجابة خاطئة لانهم التطار هم اللي مزقوا شمل قوم شجر الدر اللي هم الخورزمية. ثلاثة. نقلت سوداء بنت الفقه ولاية العهد الى نجم الدين. لا طبعا غلط. سوداء زوجة الملك الكامل نقلت ولاية العهد الى ابنها سيف الدين. يبا دي خاطئة. كان امراء بن ايوب متنزعين. ايوة كانوا متنزعين على الحكم. مصدر قوة مصر شعبها وجيشها وايمانهم بالله. ايوة طبعا اجابة صحيحة. تعالوا مع بعض ناخد رقم به. اختر الاجابة الصحيحة. بجيش مين? يمكن صد خطر الفرنج? مصر والشام? الشام والعراق? مصر واليمن? لا طبعا بجيش مصر والشام نقدر نصد خطر الفرنج. اتنين. جعل السلطان الكامل نجم الدين اميرا على ايه? مصر ولا الصغور ولا دمشق? لا ده جعلوا اميرا على الصغور بعدما عزلوا من ولاية العهد وعين مكانه سيف الدين. تلاتة. اكبر العقابات اللي كانت بتمنع وصول نجم الدين لحكم مصر. الروم ولا تطار ولا سوداء? هم كلهم عقبات. بس اكبر عقبة هي سوداء بنت الفقية زوجة الملك الكامل لان هي اللي خلت الملك الكامل يشيل نجم الدين من ولاية العهد ويحط مكانه ابنها سيف الدين. مش بس كده ويشيل نجم الدين من مصر خالص ويحطه اميرا على الصغور في الشام. رقم اربعة اصبحت شجر الضر من الحرائر بعدما استقرت في مصر? ولا انجبت ابنها خليل? ولا هزم اهلها تطار? الاجابة الصحيحة انها اصبحت من الحرائر بعدما انجبت ابنها خليل من نجم الدين ايوب. خمسة كان الخوارزمية اتباع له السلطان مين? السلطان جلال الدين? ولا السلطان الكامل? ولا سيف الدين? لا كانوا اتباع السلطان جلال الدين الخوارزمي. رقم جيم اصبح مين ولي للعهد بدل من نجم الدين? ايوة احنا عرفنا لما شال نجم الدين من ولاية العهد وضع مكانه سيف الدين. اتنين دعت شجر الضر ربها بان يساعد زوجها بانه ايه? يرجع تاني لمصر العودة الى مصر سلطانا عليها. تلاتة ضعف العرب فايام نجم الدين كان بسبب ايه? بسبب نزاع الامراء وتطاخنهم على السلطان. اربعة نسية شجرة تضر عقب مهمة في طريق الوصول لحكم مصر اللي قال لها عليها نجم الدين. وهي الحاجة لجيش قوي. خمسة كي يتمكنوا من تطهير ارضه من الفرنج اضعوا ربهم بان يعود العرب الى وحدتهم كي يتمكنوا من تطهير ارضهم من الفرنج. الفصل التاني تولى نجم الدين حكم مصر بعد وفاة الكامل? لا طبعا غلط. اللي تولى حكم مصر بعد الكامل هو سيف الدين. اتنين استعان نجم الدين برأي الكامل في فك الحسار? لا طبعا ده غلط ده استعانة برأي مين? شجرة الضر برافو. تلاتة دبرت شجرة الضر خطة لانهاء حسار صنجار? ايوة طبعا صح استعانت ببدر الدين الزرزاري خاضي صنجار اللي هي بعثته لاهلها الخوارزمية وجم فكوا الحسار وهم اللي وقفوا جانب نجم الدين. اربعة وقف الخوارزمية مع نجم الدين اثناء حساره مع صنجار? ايوة احنا لسه قيلين الاجابة دي صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيه? تخير الاجابة الصحيحة. ركم واحد وثقت شجر الضر على علاقة نجم الدين بمين? الكاملية? الخوارزمية سيف الدين? لا باهلها الخوارزمية. الخوارزمية هي الاجابة الصحيحة. اتنين لقب سيف الدين بالملك الايه? الصالح? الكامل العادل? لا لقبها بالعادل. تلاتة كان توران شاه محاصرا من جيوش مين? من جيوش غياث الدين الرومي. توران شاه كان محاصر في امد. ونجم الدين كان متحاصر في صنجار من جيوش بدر الدين لؤلو. ركم اربعة. كان نجم الدين منشغلا بايه عندما علم بوفاة ابيه? كان منشغلا بمواجهة الاعداء. رقم خمسة. كان الزرزاري قاضي ايه? قاضي سنجار اللي كان متحاصر فيها نجم الدين. السؤال اللي بعد كده جيم بيقول اكمل نابع عن سيف الدين في دماشق. ده لاتفاق اللي عمله الامراء. وعينه سيف الدين اميرا لمصر. وكان النائب بتاعه في دماشق الجواد بن المظفر. اتنين انسحب نجم الدين من الرحب كي? كي يتفرغ لمواجهة الامراء والوصول لحكم مصر. تلاتة. مين امير الموصل? امير الموصل هو بدر الدين لؤلو اللي كان محاصر نجم الدين في سنجار. اربعة. اسرع نجم الدين الى? ليحتمى من الخوارزمية. اسرع الى ايه? الى سنجار. خمسة. اختارت شجر الضرزاري لتنفيذ خطتها. بسبب ايه? كان بيتميز بايه الزرزاري? لباقاته. قوة بيانة حسن مداخله. تعالوا مع بعض بقى نرجع الى الفصل الثالث. السؤال الاول صحة ولا غلط? استقبال الدماش كنجم الدين استقبالا فاترا? فاترا دي عكس حارا. لا هنا الاجابة هتبقى غلط لانه مش استقبال فاتر كان استقبالا حارا. اتنين. ابدى القماش اعتراضه على عرض الجواد ابو بكر الاماش اعترض? لا طبعا غلط. ده فرح جدا وقال له صفقة رباحة يا مولاي. تلاتة. لم ينجح العادل في خداع الجواد? ايوة صحة ان معرفش يخدع الجواد والجواد بعد كده استعان بنجم الدين. اربعة. فرح نجم الدين عندما رأى الضينار الجديد? لا طبعا ده اول ما شايفه بان على وجهه الغضب. خمسة. كان داود الامر الناهي في قصر العادل? ايوة دي الاجابة صحيحة? لانه كان من المقربين الى السلطان العادل سفي الدين. السؤال اللي بعد كده تخير الاجابة الصحيحة. انتقل نجم الدين الى نقط بعد ما انتصر على بدر الدين لقلو كهوة كان في صنجار. يبقى انتقل الى ايه? الى حسن كيف? اتنين. حمل الاماش انباء عن تدبير نجم الدين لدخول? لدخول مصر. الاخبار دي هتوصلها للمعارضين لسف الدين وهتخبرهم بان اقترب الدخول لمصر. تلاتة. كان داود بيبعد النصحين عن عن العادل. ليزداد ايه? ليزداد تسلطا عليه. يكون هو ليه الكلمة المسموعة. اربعة. اتى الاماش الى نجم الدين منين? من مصر. ابو بكر الاماش هو تاجر اماش من مصر. اتى الى نجم الدين لو ينقل له الاخبار. رقم قلق نجم الدين على انصاري في مصر بسبب ايه? عدم تلقيه اي اخبار عنهم. اتنين. كتب على الدنار الجديد كان مكتوب عليه ايه? العادل سيف الدين. ملك مصر والشام واليمن. ارسل نجم الدين تعليماته مع الاماش لمين? الى الامراء المصلحين في مصر. اربعة. اسرع نجم الدين بالموافقة على عرض الجواد. خوفا من ايه? كان خايف من ان يتدبر الجواد. امر الصفقة. الفصل الاخير الفصل الرابع ضع صحة او غلط? شجعت شجرة الدر نجم الدين على الرجوع لدمشق? لا طبعا ده هي كانت عايزها يكمل لمصر. اتنين. وافق نجم الدين على الاستعانة بدوود لدخل مصر? ايوة وافق على كلام شجرة الدر وبعت يستعان بدوود. تلاتة. خرج مجير الدين وطقي الدين من مصر هروبا من العادل? ايوة هربوا من العادل صح وراحوا لنجم الدين. اربعة. تضمن اسماعيل مع نجم الدين لتخلص مصر من العادل? لا طبعا ده هجم على دمشق واحتل قلعتها. تخير الاجابة الصحيحة. انتظر نجم الدين عم اسماعيل فين? في نابلوس. برافو. اتنين. اسر نجم الدين في موقع الدوميات ايام الملك? الملك الكامل والده. تلاتة. يرجع الفضل الى مين? في استعانة نجم الدين بدوود? شجرة الدر طبعا هي اللي اقترحت عليه. السؤال اللي بعد كده اكمل بعد سكوط دمشق في يد اسماعيل? لما نجم الدين نفسه لانه لم لم يحسب حساب اسماعيل واطمعه. اتنين. اقترحت شجرة الدر على نجم الدين ان يشتري غلمانا صغارا. ليه? ليتكون جيشا قوي. تلاتة. يرغب نجم الدين في الانتقام من مين? بسبب ما ارتكبوه من مظالم في مصر? كان يرغب في الانتقام من الفرنج. دال من اكون? نصحت باللجوء الى الامير داود بعد سكوط دمشق? من اللي نصح باللجوء للامير داود لما سكت الدمشق? شجرة الدر. اتنين. ارسلت لي نور الصباح وورد المونة كتابا تحذراني من اتفاق نجم الدين والجواد عم نجم الدين اسماعيل. تلاتة طلبته من نجم الدين تلبية نداء الواجب بالاسراع الى مصر عمه وطقي الدين. يبقى احنا كده رجعنا سريعا كده على اول اربع فصول. ان شاء الله نراجع على الاربع التانيين. وان شاء الله نحل كل امتحانات المحافظات مع بعض. وان شاء الله ندخل الامتحانات واحنا واقفين على الارض ثابتة. وبازن الله نجيب درجة كويسة في العربي. بتمنى اكون ادار تفيدكم. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.